السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي مشاهدين قناة هندس كهربا اليوم عندنا موضوع اضافي على التاب تشينجر ببداية قبل لا ندخل بالموضوع رأينا نشوف التاب تشينجر شن شاء الله يعني كاعادة على المحاضرة السابقة التاب تشينجر هو محول التابات في محولات القدرة الكهربائية شن شغل التاب تشينجر عادة انا المحولة بها برايماري وبها سكندري تدخل لفولتية البرايماري قد تكون هاي تنشين او لو تنشين وتخرج من السكندري فولتية اما في حالة ستيب اب يعني رفع ترتفع الفولتية او ستيب داون تخفض الفولتية احيانا الفولتية تتجيني من المصدر اللي يطب على البرايماري اما يصد بها الصعود قليل او نزول قليل او تجي بصورة طبيعية انا شرح تسير ادي اذا اجت زيادة فولتية الفيدر المغذي الها رح ايضا ترتفع فولتية السكندري واذا قلت فولتية الابتدائي قليل ايضا رح تقل بنفس النسبة تقريبا في الثانوي زين انا شون احافظ على فولتية الثانوي ثابتة اسويها كونترول فلازم اتلاعب نسبة التحويل بين الابتدائي والثانوي عادة نستخدم ملفات اضافية في البرايماري او في طرف الهاي تنشن هاي ملفات شين فادتها مثلا اذا اجتنا الفولتية بالبرايماري نفسها المقننة يعني لا بيها الزيادة لا نغصان استخدم هذا التاب عمو تكون نسبة تحويل نفسها المطلوبة بحيث من تدخل هنان ايسه بمثال هي 13.8 كي بي رح تطلع اشغل اربعة علاف ميو وستين فولت اذا قلت الفولتية بالبرايماري عن هذا المقدار ش رح تسوي رح تقلل بعدد اللفات بالبرايماري حتى ارفع نسبة التحويل احافظ على الفولتية هاي نفسها لانه اذا اجت فولتية اقل من هاي الفولتية المقننة ايضا رح تقل هاي فانا شو نسوي الكنترول وخليها ثابتة ش رح تسوي اقلل بنسبة او عدد لفات البرايماري رح تزداد نسبة التحويل ترتفل فولتية للمستوى المطلوب اذا قلت بعد اكثر ايضا اخذ من الملفات انزل للتاب خمسة زين بسبيل ارفع نسبة التحويل احافظ على هاي الفولتية تابتة بنفس الحال اللي اجتني الفولتية من الفيدر او يعني الفولتية الرئيسية طابعة الفرايماري اذا زادت ش سوي احاول التاب من ثلاثة الى ثنين رح تش يصير بالنسبة التحويل اتقل لان الملفات الابتدائي رح يصير ازيد رح تزيد نزيد اتقل نسبة التحويل فاقلل من الفولتية اوصل الى الفولتية المقننة الرئيسية يعني من زادت الفولتية بالبرايماري زادت الفولتية بالسكنداري سويت اتلاعبت بعدد لفات مالبرايماري حتى اقلل من نسبة التحويل احاول على الفولتية ثابتة بالسكنداري بنفس الحالة اذا زادت بعد اكثر احاول على التاب رقم واحد فزيد عدد اللفات اتقل لنسبة التحويل ترجع الفولتية الى الفولتية المقننة فبالقلسين انا جاي استخدم التاب تشينجر كي كونترول المن للسكنداري حتى ما اخلي الفولتية السكنداري ازيد عن الرئيسية المقننة او اتقل عنها والاسباب اللي تخليلي الفولتية زيد او اتقل زيادة او نقصان في فولتية البرايماري او يصير عنده هبوط جد احيانا بالاحمال زين يعني هاي الفولتية السكنداري من توصل الى احمال توصل بفولتيات اقل من المقننة والسبب بسبب هبوط الجهد بالاسلاك زين فمن خلال التغيير بالتاب تشينجر اغير نسبة التحويل ارفع الفولتية حتى اتخلص من هبوط الجهد يوصل الفولتية للحمل نفس الفولتية المقنية احنا مو موضوعنا يعني عمل التاب تشينجر موضوعنا شو نستخدم بالتاب تشينجر احيانا يستخدمون بالتاب تشينجر يستخدمون رياكتر واحيانا يستخدمون رزيستر راح تشوف شن الفرق بينها بعد ما حتشينا على شغل التاب تشينجر اللي هو يسوي الكنترول على البي سكندري راح نحتش على الاجزاء مالتي وبعدين ندخل بمحور المحاضرة من خلال هذه الاجزاء الجهز الاول اللي هو سيلكتر سويتش سيلكتر سويتش هذا السيلكتر سويتش بمسارين ينقل مسار من تاب الى تاب وبعدين يبدأ ينقل المسار الثاني في السبيل ما يخليلي قطع بالتيار يعني ان انترابتت كارينت ما يطلني قطع بالتيار بعد الجزء الثاني اللي هو الرياكترز او الريزيسترز الهدف ما عنده شنو انا عندي شرطين اساسيات يعني تاب تشينجر الشرطين الشرط الاول انه ما يصير عندي قطع بالتيار الشرط الثاني ما يحدث دائرة قصر على اي ملفات اثنيا او على اي تابات اثنيا زين اثناء عملية التغيير او التحول الى ترانزيشن من تاب الى تاب يعني انا دائما ينقل الجزء الاول للتاب الثاني فيصير يعني سيلكتر السويتش في طرفين كل طرف على تاب ما اريد يصير بين هذين التابات الثانيين دارت قصر لذلك شنو استخدم اما رياكترز او ريزيسترز بعد عندي الجزء الاخر اللي هو وايكيوم سويتش او 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 سويتش هذا مفتاح يطيني في دعمية السويتشينج لعلمود احول بين المسارات مالاتي يعني من تاب الى تاب زين احول مثل مسار وبعدين احول مسار ثاني وهذا موجود الشرح مادة بالمحاضرة السابقة اما يكون وايكيوم وعندي البيباس سويتش او يسمونه الدايبرتر سويتش احنا محور المحاضرات اليوم على الرياكترز او ريزيسترز شن الفرق يصير عندي اذا استخدم رياكترز او ريزيسترز انا رح تشوف اذا استخدم مقاومات شن الميزات الاضافية رح تكون شن الميزات اللي موجودة بيه الادفانتج مال الريزيستر تايب احنا قلنا عدنا تايبات اثنين يعمل يكون واكيوم في الاحوال اذا استخدمت مقاومات شي نيزة اول شي طين عمر افتراضي اطول للتاب تشينجر والسبب شنو الارك رح تكون اقل لان انا من استخدم مقاومات احتياد باور فاكتر مالدار رح يكون احسن افضل فيكون عملية الحث اقل لانه رح يكون مقاومي اكثر فبالنتجة يقلل لي الارك ماتي يعني الشرارة ماتي رح تصير اقصر فترتها فبالتالي رح يحافظ على الملايسات ويحافظ على ال تاب تشينجر بعد عملية الاسويتشينج الفترة الزمنية ما تقطع الشرارة تكون اسرع بعد اذا كان نوع اويل تايب اويل تايب تشينجر ايش رح يصير اذا كانت مفاعلات ورح تزداد الارك مالتي للشرارة رح يؤثر على الزيت على الاويل العازل بمن بالسويتش هذا السويتش رح يؤثر على الاويل يتحول الى كاربون فيصير العمر الافتراضي مات الاويل اقل وبالتالي يحتاج الى صيانة اعلى لكن اذا كان مقاومات البور فكتر اعلى رح تكون شرارة اقل رح يحطين عمر افتراضي اكبر بعد يكون اكثر اقتصادية هذه المزايا اللي موجودة في حات استخدام ريزيسترز بدل رياكترز لكن السيئة الوحيدة اللي موجودة بيه شنو؟ انه بما انه رح تكون مقاومات فيكون عملية صرف القدرة في هذه المقاومات اكبر لذلك يستخدم استخدام محدود يعني ما استخدمه ويكل القدرات للمحاولات رح يكون استخدامه محدود وبسبب انه يكون هاي باور ديسيبيتت قد ما اضع مقاومات في الدائرة واللي هنا تكون انتهت المحاولة رمالتنا واللي كان هدفها انه نشوف الفرق بين ريزيستر تايب او رياكتر تايب تايب شنو الفرق بين وشفنا الميزات مع الريزيستر اعلى لكنه استخدامه محدود موثل الرياكتر اقدر استخدمها في قدرات مختلفة الهنا انتهت محاضرتنا مع جزيلا شكر والتقدير لمتابعتكم ايانا اشترا